في الوقت الذي ما يزال فيه المبعوث الأممي يبحث عن خطوة تهدف إلى إعادة المسار السياسي يعود تحالف الانقلاب مجددا للخوض في خطواته الأحادية فبعد أشهر قليلة فقط من تشكيلهم مجلسا سياسي ها هم مجددا يقدمون على خطوة أخرى هذه المرة بإعلان تشكيل حكومة تتوزع حقائبها بالمناصفة بين أنصارهم يرأسها بن حبتور المحسوب على جناح المخلوع إجراءات وصفها مراقبون بالجنونية مقارنة بسابقاتها على مستقبل المسار السياسي والحل الجاري بحثه أمميا وأنها تأتي في سياق ضرب المساعي الدولية عرض الحائط من جديد وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الخيارة قد حضر لها منذ وقت طويل إلا أنها تأتي في ظل عجل مالي واسعا يعيشه جناح الانقلاب في صنعاء عقب قرار الحكومة بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن هذه الخطوات تأتي في سياق العمل المعتاد للميليشيا والذي يبرهن عدم رغبتها بالسلام يختلف البعض في قراءة إجراءة الميليشيا بين من يرى أنها اختارت هذا التوقيت لتحسين شروطها التفاوضية في المرحلة القادمة وبين من يقول إنها تستمر في المضي نحو استكمال باقي خياراتها الأحادية وتصعيدها على المستويين السياسي والعسكري وفي كل الأحوال تشير هذه الخطوات إلى أنه ما من مستقبل حقيقي للمسار السياسي وأن الحل المرتقب لا يزال بعيدا